موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 4 اليونت الخامس الدرس الرابع أنوان الدرس at the waterfall على الشلال موجود بصفحة 64 من كتاب الطالب صفحة 62 من كتاب النشاط قبل ما أبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمال أستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم رفع هذه الحلقات عبر بيج الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف بصفحة 64 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة at the waterfall على الشلال listen and write استمع واكتب هنانا منطين جدول the timetable the timetable هو جدول المواعيد arrive at معناها وقت الوصول activities النشاطات 1st هي المختصر مع الفرست الأول 2nd المختصر مع السكند الثاني معناها النشاط الأول النشاط الثاني 3rd المختصر مع الثالث 4th هو المختصر مع الفورث اللي معناها الرابع أو النشاط الرابع يطلب من أندي أن نستمع المقطع الصوتي وأملي هذا الجدول حسب المقطع الصوتي إذن أخذنا بالدرس السابق أن المدرسة ذاهبة في رحلة مدرسية وكذلك أخذنا قوانين الرحلة بالدرس السابق أما بهذا الدرس فرح نتعرف على برنامج الرحلة متى يصلون متى تصل الرحلة متى يغادرون ما هي النشاطات التي سوف يقومون بها من خلال هذا الجدول يطلب من أني أني أملي هذا الجدول حسب المقطع الصوتي طبعا بالمقطع الصوتي المعلم يتحدث مع تلاميذة يوجههم ويقول لهم المعلومات الخاصة بالرحلة لذلك رح نستمع المقطع الصوتي نملي هذا الجدول وبعدها نوضح مفرداتها خلنستمع المقطع الصوتي واشي طبعا بالمقطع الصوتي at 11.30 please write 11.30 on your timetable we have four activities first we are going to see the waterfall second you are going to draw the waterfall third we are going to visit the waterfall museum and fourth we are going to go to the museum shop you can buy presents there for your family we are going to have lunch at one o'clock the train leaves at 3.30 remember it leaves at 3.30 اذا بعد ما استمعنا المقطع الصوتي second الثاني draw the waterfall يرسمون الشلال اذا هذه النشاطات اللي رح يقومون بها third الثالث visit waterfall museum زيارة متحف الشلال اما النشاط الرابع museum shop اللي هو محل المتحف من خلال هذا المحل رح يشترون هدايا لعوائلهم بعدها lunch at lunch هي فترة الغداء فترة الغداء ستكون ساعة one o'clock الواحدة ظهرا بعدها the train leaves at 3.30 القطار سوف يغادر الساعة الثالثة والنصف فهنانا يوصيهم يقولهم don't be late لا تتأخرون على القطار هذا ما يخص النشاط الاول استمعنا المقطع الصوتي ملينا جدول وجدول المواعيد الخاص بالرحلة حسب المقطع الصوتي ووضحنا مفرداته غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي ننتقل الى النشاط الاخر look what can you see انظر انظر الى هذه الصور ما الذي يمكنك رؤيته the waterfall shop محل الشلال اذا بعد ما تلاميذ كملوا النشاطات ذهبوا الى محل الشلال محل الشلال بيها مجموعة من الاشياء اللي ممكن يشتروها هؤلاء التلاميذ فيطلب من عندني انظر الى هذه الاشياء واكتب اسم كل شيء what can you see ما الذي يمكنك رؤيته طبعا هنا هاي الكلمات اللي راح نكتم هنا على الصور كلمات مهمة جدا للحفظ املاء ومعاني عرفنا انه اذا املاء من الممكن تجيب المتحان على شكل حروف ناقصة حروف مباثرة او يجيب للصورة ويطلب من عندني اكتب اسمها الى اخره فراح نملي هذا الصور حسب ما اخذناه بالمراحل السابقة او حسب الكلمات اللي نعرفها سابقا فمثلا picture number one الصورة الاولى صورة هذا الكوب الكوب الكبير شنو اسمه باللغة الانجليزية اسمه مغ مغ معناها كوب كبير شكت سارة سارة 1000 IQD معناها الف دينار عراقي عرفنا ان IQD هي مختصر مع العراكي دينار معناها الف دينار عراقي هاي الكلمة حاول احفظها املاء ومعاني لان راح تفيدني بالرابع الابتدائي وحتى بالخامس الابتدائي ان شاء الله مستقبلا picture number two الصورة الثانية what are these ما هذه الاشياء they are sweet انها حلويات sweet معناها حلويات how much شكت سارها 100 IQD ميت دينار عراقي picture number three الصورة الثالثة what are these ما هذه الاشياء they are hats انها قبعات how much شكت سارها 1000 IQD الف دينار عراقي اما picture number four الصورة الرابعة what are these ما هذه الاشياء they are cookies انها حلويات او معجنات how much are the cookies كم سعر هذه الحلويات 1000 IQD الف دينار عراقي picture number five الصورة الخامسة الاستاذ يسعل what are these ما هذه الاشياء they are crayons crayons معناها اقلام تلوين how much are the crayons كم سعر اقلام التلوين هذه 200 IQD ميتين دينار عراقي picture number six صورة الساتسة what is this ما هذا الشيء it's honey انه عسل how much is the honey شك سعر هذا العسل 3000 IQD 3000 دينار عراقي picture number seven صورة السابعة what are these ما هذه الاشياء they are notebooks انها دفاتر ملاحظات how much are the notebooks كم سعر دفاتر ملاحظات هذه 700 IQD 700 دينار عراقي picture number eight الصورة الثامنة الاستاذ يسأل what are these ما هذه الاشياء they are pens انها اقلام how much are the pens كم سعر هذه الاقلام 300 IQD 300 دينار عراقي picture number nine الصورة التاسعة what is this ما هذا الشيء it's postcard postcard معناها ملسق how much is the postcard شك سعر هذا الملسق it's 50 IQD 50 دينار عراقي هذا ما يخص هذه الصور هذا ما يخص هذا النشاط عرفنا انه هذه الكلمات كلمات جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي يجب ان احفظها املاء ومعاني وكذلك رح يسألني الاستاذ شفويا سعر كل شيء من هذه الاشياء يجب ان اعرف ان شوان اجاوب من خلال الارقام اللي اخذناها نبدأه سابقة 1,100,200 الاخره هذا ما يخص هذا النشاط نحاول ان نحفظ هاي كلمات ملاه ومعاني ننتقل الى النشاط الاخر listen to Nadia and Leena استمع الى Nadia و Leena write what they are going to buy واكتب اكتب ما الذي سوف يشتروه Nadia و Leena اذا يطلب من عندي لنستمع المقطع الصوتي اللي تتحدث به Nadia الاشياء اللي راح تشتريها اكتب الاشياء اللي راح تشتريها Nadia من خلال المقطع الصوتي وكذلك الاشياء اللي راح تشتريها لينا من خلال المقطع الصوتي وبعدها راح نكتب اسعار هذه الاشياء اللي راح تشتريها Nadia و Leena ونجمع الرقم اللي يطلع عنا فرح نستمع المقطع الصوتي ونتعرف على الاشياء اللي راح تشتريها Nadia و Leena وبعدها نعرف شيء المطلوب حفظه من هذا النشاط نستمع المقطع الصوت والتوشي wow think that's 300 dinar and I'm going to buy a notebook, some cookies and a hat that's 3000 dinar that's all my money I'm going to buy honey my little sister and my mom and dad love honey إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتعرفنا على الأشياء اللي راح تشتريها نادية ولينا الآن راح يسألنا الأستاذ كم سعر الأربع ملسقات اللي راح تشتريها نادية فنرجع للنشاط السابق ونعرف أن البوست كارد سعره 50 IQD 50 دينار عراقي هي راح تشتري أربعة من الملسقات فيكون مجموع سعرهم 200 IQD 200 دينار عراقي راح يسألنا الأستاذ مرة أخرى كم سعر الحلويات فنرجع كذلك للنشاط السابق 100 IQD 100 دينار عراقي فيكتب سعرها أقول له 100 IQD أو 100 دينار 100 دينار يسألنا الأستاذ مرة أخرى كم سعر الحلويات أو دفتر الملاحظات سعر دفتر الملاحظات 700 دينار فأقول له 700 دينار أكتب 700 يسألني كم سعر الحلويات والقبعة سعر القبعة 1000 IQD 1000 دينار عراقي وكذلك سعر الحلويات 1000 IQD كذلك 1000 دينار عراقي يكون المجموع 2000 فأقول 2000 IQD أو 2000 دينار 2000 دينار عراقي كذلك صار المجموع نجح نحسب 200 زائد 100 300 زائد 700 1000 زائد 1000 3000 دينار عراقي هي بنهاية المقطع الصوتي نادية تقول I spent 3000 دينار صرفت أو قمت بصرف 3000 دينار عراقي That's all what I have هذا كل ما أعملك نجي على لينا لينا قالت أنا رح أشتري فقط الهني العسل فخنشوف شقد سعر العسل This is the honey 3000 IQD شقد سعر 3000 دينار عراقي شقد يكون المجموع فقط 3000 دينار عراقي لأن هي بعد ما شترت شي آخر هذا ما يخص هذا النشاط من خلال استمع التلاميذ للمقطع الصوتي نادية ولينا يتحدثون على الأشياء اللي رح يشتروها يكتبهم وبعدها يعرف شقد أسعارهم الاستاذ رح يسيله وبعدها يجمع سعر هذه الأشياء اللي رح يشتريها نادية ولينا أما النشاط الآخر يقول لك You have 3000 دينار لديك 3000 دينار What are you going to buy ما الذي سوف تشتريه هنا أنا محادثة بين تلاميذ اثنيا كل تلميذ عنده مثلا يتخيل نفسه أنه عنده 3000 دينار عراقي وعنده الأسعار مع هذه الأشياء فيتخيل شن اللي رح يشتريه بهاي 3000 فتلميذ مثلا يقوم يقول I am going to buy two mugs سوف أشتري اثنان من الأكواب and notebook and pens ودفتر ملاحظات وأقلام ويكون مجموحا 3000 دينار عراقي تلميذ الآخر قد يجاوبه أو يرد عليه يقول I am going to buy cookies and hats سوف أشتري قبعة ومعجنات سعر القبعة والمعجنات 2000 دينار عراقي وهكذا إذن هذه عبارة عن محادثة من تلاميذ اثنين كل تلميذ يتخيل أنه عنده 3000 دينار عراقي فيعدد الأشياء اللي رح يقوم بشرائها في حال أنه كان عنده هذه الأموال وكانت السلع بهذه الأسعار إذن عبارة عن نشاطات صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط Look at the zoo انظر إلى حديقة الحيوانات Can you find these animals هل يمكنك أن تجد هذه الحيوانات match وصل هناك كل حيوان من هذه الحيوانات اللي بالصورة منطي رقم ومنطين مجموعة من الكلمات وصل إلى رقام وصل صورة الحيوان بالاسم المناسب إلها فمثلا نمبر وان أولا صورة هذه النمور نحن نعرف أن النمر هو Tigers Tigers معناها نمر لذلك أوضع رقم واحد اللي هي صورة النمر أمام كلمة Tiger نمبر ثو ثانيا صورة هذه الفيلة نعرف أن الفيلة هي Elephants Elephants معناها فيلة لذلك نوضع رقم اثنين أمام هذه الكلمة نمبر ثو ثالثا صورة هذه الزرافة نحن نعرف أن الزرافة هي Graphs فأوصل رقم الصورة أمام كلمة Graphs نمبر فور رابعا صورة هذا القرد شن الكلمة المناسبة لذلك نحن نعرف أن القرد هي Monkeys فأوضع رقم أربعة أمام كلمة Monkeys أمام نمبر فايف خامسا صورة التماسيح الكلمة المناسبة لهذه الصورة هي كلمة Crocodiles التماسيح أمام نمبر سيكس سادسا صورة هذا الببغاء الكلمة المناسبة هي كلمة Pirates معناها ببغاء هذا ما يخص هذا النشاط حاول أحفظ هذه الكلمات ومعانيها لأن من الممكن أن يتفيدني بالامتحان التحريري وكذلك بمراحل القادمة ننتقل للنشاط الآخر لكذا Time Table أنظر إلى هذا الجدول جدول المواعيد Answer the questions واجب على الأسئلة المتعلقة بهذا الجدول نجح نشرح الجدول أول شي The Zoo Time Table الجدول الخاص بحديقة الحيوانات الخاص بالرحلة اللي ذاهبة لحديقة الحيوانات Arrive at يصلون تصد الرحلة الساعة 2.45 الساعة الثانية وخمسة وربعين دقيقة Tea at T معناها شاي يشربون الشاي أو يحضونه بالشاي الساعة 4 o'clock الساعة الرابعة Bus leaves at الحافلة تغادر الساعة 5.30 الساعة الخامسة والنصف Activities النشاطات اللي راح يقومون بعملها أثناء الرحلة First See the Elephants رؤية الفيلة Second ثانيا See the Crocodiles رؤية التماسية Third ثالثا See the Monkeys رؤية القردة Fourth Your Own Choice اختيارك الخاص يقصد بيه أنه أنت تقدر توضع هنانا الشي اللي تهب تعمله أثناء الرحلة الآن نجاب على الأسئلة المتعلقة بهذا الجدول Number one Number one أولا What is the first activity ما هو النشاط الأول هاي الActivities النشاطات النشاط الأول هو See the Elephants رؤية الفيلة فأقول See the Elephants رؤية الفيلة Number two ثانيا What are you going to do at 4 o'clock ما الذي سوف تقوم بعمله الساعة الرابعة هاي الساعة الرابعة شنو رح يكون رح يكون فقرة الشاي Tea فأقول Have tea سوف أحظى بالشاي Number three ثالثا What animals do you like best ما الحيوانات التي تحبها أكثر شي فهنا نتلميذ يختار الحيوان اللي حبه مثلا يقول Monkeys القردة Number four رابعا What time does the bus leave ما الوقت الذي سوف يغادر فيه الحافلة فنرجع لجدول Bus leaves الحافلة سوف تغادر الساعة Five thirty فأقول Five thirty هاي الأسئلة أسئلة شفوية يسألها الأستاذ داخل الصف يعرض هذا الجدول ويسأل التلاميذ مثلا يقولهم What is the first activity ما هو النشاط الأول فأحد التلاميذ يجاوب See the elephants قد يسأل سؤال الثاني What is the second activity ما هو النشاط الثاني فالتلاميذ يجاوب See crocodiles رؤية التماسية يسأل سؤال الثاني What are you going to do at four o'clock ما الذي سوف تقوم بعمله الساعة الرابعة تلاميذ يجاوب Half tea قد يسأل سؤال آخر What time does the trip arrive ما الوقت الذي سوف تصل فيه الرحلة فيجاوب أحد التلاميذ at two forty five في الساعة الثانية وخمسة وربعين دقيقة يسأل سؤال آخر What animals do you like best ما الحيوانات التي تحبها أكثر شيء فأحد التلاميذ يجاوبه قد يكون elephants الفيلة crocodiles التماسيح إلى آخره هذا ما يخص هذا النشاط إذا النشاط صفي مهم أما بالامتحانات الشهرية فهو نشاط غير مهم ننتقل للنشاط الآخر Listen Point And say استمع أشر وقل The zoo shop محل حديقة الحيوانات إذن منطين مجموعة من الكلمات يطلب من أني أن يستمع إلى نطق هذه الكلمات أتبع مع قراءة هذه الكلمات وأردد بعد الأستاذ أثناء قراءته لهذه الكلمات فرح أقرأ الكلمات أوضح مفرداتهم وحاول ترددون بعدي مثل ما قرأت هذه الكلمات Number one أولا Apple juice عصير التفاح Number two Candy floss Candy floss هي حلوة غزل البنات Candy floss Number three Popcorn الفشار أو الشامية Number four Hot dogs النقانق Hot dogs Number four Kebab هي نفسية الأكلة هاي كلمة مستعرة من اللغة العربية أما Number six Pizza كذلك هاي الكلمة نفسية اللي نستخدمها اللي معناها Pizza هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يطلب من عندي أني أستمع إلى نطق هذه الكلمات وأردد بعد الأستاذ ننتقل للنشاط الآخر Listen and write how much استمع وكتب كم سعر هذه الأشياء إذن منطيني مجموعة من الأطعمة يطلب من عندي أني أكتب سعر كل واحد من هذه الأطعمة أكتب سعرها حسب شنو حسب المقطع الصوتي لذلك رح نستمع المقطع الصوتي نكتب الأسعار وبعدها نعرف شنو مطلوب حفظه من هذا النشاط Track 88 Listen and write how much Hello What do you want? The apple juice is 450 dinar and the candy floss is 300 dinar There is pink, blue and white candy floss Can I have a pink candy floss please? That's 300 dinar How much is the popcorn? It's 550 dinar for a box Can I have some popcorn and a pizza please? The pizza is 850 dinar Thank you إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ووضعنا أسعار هذه الأكلات يطلب من عندي بأسفل التمرين What do you want to buy at the zoo? ما الذي تريد شراءه في حديقة الحيوانات؟ هنا تعتمد على رأي التلميذ يختار الأكل اللي يحب يشتريها من حديقة الحيوانات ولتكن مثلاً بيتزا هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يطلب من عندي أن نستمع المقطع الصوتي ومن خلال المقطع الصوتي أحدد أسعار الأكلات وأختار الأكل اللي يريدها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات المهمة جداً أني أحفظ ملاها ومعانيها الكلمات المتعلقة بالأشياء اللي يشتروها من محل الشلال وكذلك عرفنا شون يتم سؤالنا داخل الصف عن أسعار هذه الأكلات وكذلك شون نجاوب على هذا السؤال بالإضافة إلى ذلك تعلمنا شون نجاوب الأسئلة المتعلقة بجذل المواعيد الخاص بالرحلة ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها لقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة